السلام عليكم ما المقصود بزواج الأقارب؟ هو زواج بين رجل وامرأة تجمعهما جينات وراصية ورابط الدم واحدة زواج الأقارب يؤدي إلى ضعف النسل في حالة إذ استمر لعدة أجيال ينتج عنه تراكم الصفات الوراصية السيئة فينتج عن هذا نسل مشوه زواج الأقارب يورص أمراض عديدة واحد مرض ضمور عضلات الوجه والكتفين مرض زيادة الحديث في الدم مرض أورام القولون مرض حويصلات الكلية زواج الأقارب يسبب إعاقات لدى الأطفال الناتجة وذلك بسبب الأمراض أحادية الجينات ما هو سبب إنتاج هذه الأمراض في النسل الجديد الإصابة بتلك الأمراض والإعاقات لدى الأطفال من أب وأم من نفس العائلة بسبب عدم إجراء الفحص الطبي لدى المزوجين قبل قرار الزواج حيث يكون الحظ أكبر في حمل صفات وراسية متنحية عندما يكون كل واحد من الزوجين حاملا للصفة المسببة للمرض ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا يجب عليك فعله قبل المخاطرة بزواج الأقارب يجب عليك أن تذهب إلى الوحدة المتخصصة لإجراء فحص شامل قبل الزواج وذلك لتجنب التعرض لخطر الأمراض الوراصية كان معكم مقدم الفيديو دكتور أحمد أشرف وإلى اللقاء